تولي مملكة البحرين ملف التنمية المستدامة اهتماماً كبيراً من خلال التحديث المستمر للتشريعات والقوانين حيث أن مملكة البحرين لديها سجل حافل في الإنجازات التنموية ما جعلها تواكب التطور العالمي في مجال التنمية المستدامة وتشارك العالم تجربتها الناجحة في هذا الملف تحديات سياسية واقتصادية وجيوسياسية تمكنت مملكة البحرين من تجاوزها والمضي قدماً نحو توطيد العلاقات والتعاون البرلماني والسياسي والاقتصادي تحقيقاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتسخير كافة الجهود الوطنية لتحقيق التقدم والازدهار لمملكة البحرين وخصوصاً في ملف التنمية المستدامة هذا الملف المهم أثرتها هنا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال العمل المشترك في إطار مبادئ وأسس النهج الديمقراطي الرائد حيث تمكنت السلطتان من تحديث التشريعات والقوانين بما يتوفق مع أهداف التنمية المستدامة من خلال بحث واعتماد الاتفاقيات وسن التشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة والمحافظة على الطاقة والموارد الطبيعية ودعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وحققت العديد من القفزات في هذا الملف على أرض الواقع من خلال وضع برامج لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية كسبيل للنمو الاقتصادي وإعلان الالتزام بالوصول إلى الحياد الكربوني الصفري عند حلول عام 2060 واستحداث وزارة التنمية المستدامة إضافة إلى المصادقة على العديد من المعاهدات المعنية بحماية البيئة مملكة البحرين وضعت يدها على جميع القضايا التي تمس النمو الاقتصادي المستدام واستطاعت حلها من خلال الجهود الوطنية التي تسعى لخلق نقلة نوعية إيجابية لحاضره ومستقبل المملكة ترجمة نانسي قنقر